ولازم يعني ما نكبرش بقى يعني لازم إيه نقول إيه آه والله ده الموضوع كبير ولازم نعيد صياغة المناهج مرة أخرى مع الناس للمناهج والأكاديميين ومش عايب أن احنا نغلط ده لسه إيه التجربة لسه في بدايةها يعني آه في سنة ربعة بس مش عايزين نكرره في سنة خمسة ما هو طالب ربعة ده هيتعامل علي منهج بقى هيطلع معها أكتر فاحنا لازم نشوف الموضوع ده ويبقى لي حل آه تاني حاجة المدرسة ما هو المدرسة هل هتستوعب أن أنا أشتغل المناهج دي بالكم ده في الوقت الصغير ده ولا هعمل إيه ما هو لازم برضو إيه لازم أبقى واخب بالي أن الوقت والمدرسة هتستوعب بالكم أنا عندي هو كمان قال فيه مساحة للأنشطة في الفصل تعالي بقى فضل الله الدراسة ممتازمة لا قدر الله لو حصل أي شيء فيما تعلق بالكورونا والطلبة مراتش المشكلة هتتفاقم أكتر طب فيه بقى مواد بقى أنت ملزم فيها كطالب أن أنت تروح في المدرسة زي مادة اسمها القيم المحترم الآخر أو التكنولوجيا للإصالات في مواد أصلا لازم بتاخد درجاتها مع وجودك في الفصل فإنت دلوقتي أنا كمعلم مثلا عشان أعلم الطالب إزاي ما يكتبش على الحيطة أو ما يبوصل أسرات بتاعت بلده أو أنه يبقى ماشي في الشارع فيسمع لفظه مش كويس أنا عايز أقديله القيم المحترم الآخر دي هدهله فين في وسط الكم بتاع الطلبة الكتير أو القليلين أنا برضو إيه أنا ممكن يبقى لو المدرسة فيه لو الفصل فيه 30 هعرف هو وصل المعلوم إنما 40 و50 و60 هيبقى الموضوع صعب يعني لازم هتم بالمدرسة دي عنصر مهم جدا الطالب برضو ده حاجة مهمة جدا المعلم بقى ده هو اللي بيمشي المنظومة هو اللي بيسوق اللي بيسوق دي كلها أنا لو ما جبتش المعلم كده واهتمت بي ومرنت ودربته صح وأنا بشرف على طلبة كلية التربية العملي وعندي طلبة كتير يعني أنا بمرنهم ودخلهم الفصول واقف معهم وبص عليهم هم بيشرحوا للطلبة وبيشتغلوا مع طلبة ازاي وأقولهم خليك وقف كذا وعمل كذا أنا بمرنه بس ده آخر تمرين لي إن أنا بمرنه في 3 كلية و4 كلية وبعد كده أقوله إيه اتفضل باشا ادخل سوق العمل وسوق التدريس فهل الفترة حتى اللي أنا مرنت فيها المعلم اللي هو إن شاء الله هيبقى معلم قريب هيبقى كافية هيبقى فترة كافية إنه هو يدرلس طالف ربع ابتدائي بالمنهج الكبير ده وزي معالي الوزير ما قالت دلوقتي أنا عملت كنكت بين كل المواد بين الدراسات وبين العلوم وبين الرياضيات وكلها ماشية في التجاهة من الهيال الديسكافوري اللي قال عليها آه أنا دلوقتي طب أنا كمعلم علوم لازم أكون بعرف الرياضيات وأكون عارف الدراسات ولازم بتاع الدراسات يكون عارف العلوم ورياضات إن تعامل لي بقى مدرس لازم يكون زويل ده المطلوب آه ممكن إن شاء الله ده على فكرة حاجة كويسة إحنا كلنا نفسنا فيها على فكرة وده حاجة يعني لو اتطبقت في مصر أعتقد أنها تبقى حاجة جميلة جدا ولكن لازم تدريب ولازم الموضوع يمشي تدريجي شوي وده يا رب يتحقق النفسنا فيه كلنا يا رب إن إحنا كنا توفقنا في عرض الفكرة إحنا ما علينا إلا إحنا بنعمل نقاش مجتمعي ده جزء من النقاش أو الحوار المجتمعي وفي النهاية فيه برلمان وفيه وزير وفيه نقاشات هتصفر عن شيء ده اللي حنعرفه بإذن الله خلال الأيمان الجاية ترجمة نانسي قنقر